بيت الأمة لو أنت ماشي في شارع الأصر العيني ودخلت من شارع عمين سامي وكملت في الآخر كده أكيد هتطلع على المركز الصخافي فرنسي أوكي بس لو خرمت من جنبه هتوصل لبيت الأمة طيب أنت مش في شارع أصر العيني شارع عمين سامي ده فين؟ انت بص شايف البنزينة اللي في الشارع دي بتاعت التعاون دي مش جنبه الحزب الوطن القديم فيلا كده كان الحزب الوطن الأصر العيني قدامك الناحية التانية شارع عمين سامي واللي في أمارات العرائص تلاقي أمارات العرائص كده كبير هاوي أوكي طب لو أنت ماشي بقى في شارع في باب اللوق خش شارع منصور هتلاقي وزارة المالية وتكمل لحد ما توصل للحقيقة لبيت الأمة كان يطلق على حزب الوافد بيت الأمة بيت الأمة وبيت سعد زغلول لكن هو يطلق على حزب الوافد وقتها من الأوقات بيت الأمة اللي عنشقه سعد باشا وحمد باشا الباسل وناس عظيمة وبعد كده يجي بقى فكري مكرم عبيد ويجي النحاس باشا ما كانش يقتر في بال ولا خاطر سعد زغلول وفكري مكرم وقصدي مكرم باشا عبيد فكري ده ابن أنا آسف فكري ده كنام السادات مكرم باشا عبيد سوري وحمد باشا الباسل لما فكروا في إنشاء حزب الوافد ده ودع أصحابه إلى مسجد نصيف في مركز زفتة عشان يأسسوا لحزب يقود مصر بعض الحرب العالمية الأولى ما كانش يفكروا الجماعة دول بعد صارات الجمعة في مسجد نصيف أن يوصل الحال بالحزب ده وتاريخ الحزب ده لإخناءة كبيرة بعد هزيمة يماما فيما يسمى بانتخابات السيسي الرئاسية لما تهق عصري يماما ما تهزمش يماما خد حسب كلامهم أماما 800 ألف صوت فحزب الوافد تعرض لتصدع بأداة حزب الوافد ده كان أي حد بينزل على قيمته بخلاص ضمن النجاح إنما لما ينزل يماما رئيس الحزب وياخد قسما بالله فيه دوائر في مصر 800 ألف دول ما يدخلوكش بجيء مجلس الشعب تخيل خدهم يماما في انتخابات الرئاسة حسب ما بيقولوا فحصل تصدع جوه الحزب ده خل قيادات من الوافد يقولوا ليماما كفاية عليك كده وطلعوا بيان منهم عمر موسى عمر موسى وأبازة والبدوي وفديون يدعون لإعادة بناء مؤسسات الحزب بعد نتيجة يماما بالانتخابات الرئاسية أهو حتى أنت ده عدد من قائلات سابقة في حزب الوافد منهم عمر موسى محمود أبازة كان رئيس الحزب والسادة البدوي كان رئيس الحزب مونير فخر عبد النور طبعا يعني يعني عيلة مونير فخر دي وفدية يعني فؤاد بدراوي ياسين تاج الدين ياسين محمد سرحان محمد مصطفى شادي لا أبوه كان وفدي سيبك من محمد إلى إعادة بناء شامل لكافة المؤسسات وأكد الموقعون على البيان تابعنا الانتخابات الرئاسية والتي أصفرت عن نتيجة لا تليق بالوافد وبمكاناته السياسية وهو الحزب الذي وصفه رئيس الجمهورية بأنه أهم قلاع أو من اللي ضماره يا ماما لكن الحاج يا ماما بيسمعش الكلام لا ده يا ماما النهاردة فصل عدد من قيادات الحزب عبد السند يا ماما أفصل تمانية تسعة وتمانين عدو من الوافد حتى اليوم آه نسيت أقول لك إن حزب الوافد مش وسط البلد بيت الأمة اللي في وسط البلد حزب الوافد ده في الدقي تلاقي أصر كده في الدقي لو أنت ماشي عند المصد واللقاح تحت كوب الأكتوبر كده بالظبط خش يمين وخرم من جوه هتطلع على شارع هارون وش شمال هتلاقي فيلة حلوة أي كده أصر حلو بسم حزب الوافد هو ده هو ده هو ده هو ده حزب الوافد في الدقي لكن في ظل محاولات يا ماما للسيطرة على الحزب طلع السيد البدوي ما أحمد موسى قال لك إن يا ماما راجل طيب ومحتاج يسمع على الوافدين بس مش ناس من برا الحزب اسمع يعني الزكاء الإدارة نعم تصريح لا ديوله إيه شفة إيه محمود أبضاء مدخلش بقاله 15 سنة نعم السيد البدل بقاله 5 سنين ما دخلش الحزب نعم يعني عارفه نحن مش راحين طبيعي نعم يعني أرجو أرجو أن الدكتور عبد السند يحتمي بالوافدين نعم مش بأصحاب أنا مش عايز أقول أسماء لأنهم أسماء معروفين لكل الوافدين خمسة ستة عايد عن أسماء أنا مش هقول صبعا نعم يحتمي بالوافدين يحتمي بالوافدين نعم ويستمع إلى الوافدين ما حدش بكرهه لأنه هو ما بيهنش حاول رجل معدد جدا ما حدش بكرهه لكن اللي حاولين فكرين أن دا بيتقابر عليك آه بيتقابر عليك عشان يجدك في رئيس حزب دا بيتقابر عليك عشان يشيرك من مكانك دا بيتقابر لدرجة شككو في كل المخلصين اللي هو اللي حواليه هو أحمد موسى شابه الغرب هاته هاته اللقطة كده يا أحمد موسى آآ بروفايل كده اللقطة اللي عدت اللي قبل دي يعني أنت لو حللته عملته بتحليل شكل هتلاقيه شابه الغرب من جنب لا لا كمل كمل فيه لقطة كده واسع الواسع بتعلم لا لا الواسع الواسع بتاع دي كمل كده اه بس هنا اه شوف شابه الغرب والله شابه الغرب زي من قرى الغرب كده والغرب ده في المسل الشعبي يقولك اللي هي غرب بتلعب بالصابون بيلعب بالصابون قص الأزية طبعا المهم يعني يمكن تسمع أو يسمع لمين أو بيقولك بيسمع الناس من برا الوافد يمكن تقصد بيسمع لرجالة مستقبل وطن وبها ابو شقة مثلا يعني واللي حواليه اللي كانوا سبب في تفجير حزب الوافد من جوه من سنين وإحنا هنا جينا كشفنا لكم كواليس اللي عملوا بها ابو شقة الوافد دي جوه حزب الوافد وتفتيته للحزب فكرك بالحلقة دي كانت في فبراير 21 من برنامج مصر النهاردة برضه تفضل نشوف كده كواليس من هو ابو أبو شقة؟ هو وكيل مجلس الشورى ورئيس اللجنة التشعيب البرلمان السابق ترزي قوانين قذر طيب ده مقرب من الأجهزة الأمنية والرئاسة ابن محمد أبو شقة المستشار القانوني ليه سيسي؟ لضمان دخول أعضاء الوافد البرلمان سعى أبو شقة لضم مرشحينه بقائمة في حب مصر المدعومة من الدولة من الأمن يعني ده بها أبو شقة حضرات الوسيل الأساسية لاختيار الأعضاء في القائمة كان عبر دفع رشاوة مقابل كرسي في البرلمان قام أبو شقة بعمل مزاد داخل الحزب بمعنى اللي يدفع أكتر هو اللي يتم اختياره كما قام أبو شقة بفرض تعيين ابنه بالقائمة ابنته كما قام بتعيين ثمان أعضاء من مستقبل وطن بالقائمة كمرشحين عن حزب الوافد ده أبو شقة برضو حضر وذلك بناء على توجهات أمنية حتى يظهر وكأن هناك تنوى بالبرلمان حدث اعتراض واعتصام من أعضاء بالوافد نتيجة تلك الممارسات حدث اعتراض واعتصام بالوافد نتيجة الممارسات دي لكن الحقيقة تلمت قررت الهيئة العليا للوافد قالت أبو شقة والانسحاب من القائمة ثم تراجعت بضغوط أمنية دخل بعض المعترضين قوائم الانتخابات بصفة فردية واخفاء صفاتهم الحزبية وانتهى الموضوع تم القبض على قيادات شابة من الحزب بوشاية من أبو شقة قبل أن يفرج عنهم لاحقا كسب الوافد فعليا ست مقاعد فقط منهم مقعد لابنة أبو شقة تم تعيين أبو شقة وكيلا لمجلس الشيوخ مكافأة على ولائه للأجهزة الأمنية اللهم لك الحمد كن البرنامج الوحيد اللي كشفت لكم ما يدور داخل حزب الوافد من ضرب وتفتيت وعلى فكرة هو حزب الوافد بدأ يتضرب من أيام نقمان جمعة نقمان جمعة وبعده محمود أبازة كل دول جم ضربوا الوافد ضمروه يعني بس فعليا تاريخيا لأننا متابع حزب الوافد كويس ما كنتش وفدي لكن كنت بتابع وهو باعتبار أنه واحد من أقدم الأحزاب فعلا هو ما اسموش حزب الوافد هو اسمو حزب الوافد الجديد الظهر بقى أن يمامة مكمل على طريقة بها أبو شقة من نفس الطريقة اللي هو ضرب الحزب من جوه بس لأنه راجل طيب فوقع بلسانه وكشف مين اللي بيسمع كلامهم بها أبو شقة من بره آآ يمامة من بره مش اسموه أبو العنين آآ ساد بدوي قالك أنه هو بيسمع كلامنا من بره وقع بلسانه المعلم قالك إيه عبسانة بيامامة عبسانة قلت للرئيس السيسي أنا لدي نية الاستقالة من رئاسة الوافد فطلب من الاستمرار نشوف فيديو كده رئيس وعيد انتخابه من المرة الثالثة فهو الحقيقة يعني طلب منا أن احنا يكون لنا دور في المرحلة القادمة وستكون هناك لقاءات وكل منا يعني تحدث أمام الرئيس أنا ابتداء المنزل حزب عمر وأنا تكلمت الحقيقة بعده عرفت بقى أول ما رجع من عند السيسي رح اشتغل فصل في أعضاء الوافد وشفت نبي يقول للناس اللي اعتصموا في حزب الوافد أنا لو مشيت الحزب يا نهار نفس كتالوج السيسي بالضبط عبدالساند يا مامة رحيل يعني انهيار الوافد والمؤتصمون يريدون تكرار سيناريو حرق الحزب في المقابل الدولة مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهتاف لتشكيل لجنة عمومية طارقة لحل مشاكل الحزب يا مامة كمان طلع التعم الوافديين دول بأنهم باعوا للوافد الوافديون سبب هزيم الهزيمة ده يا مامة اللي بيقول سبب الهزيمة يا مامة يكشف كوالي استقاؤه مع السيسي وبدأت الحقيقة حرب بتسريب التسجيلات زي التسجيل منسوب لعدو في حزب الوافد بيعلق فيه على اللي بيحصل وبيقول مشكلة في الوافديين حسب كلامه أنا هقول لكم أسمعكم التسجيل حسب ما هو وارد فيه مواقع التواصل بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الوافديين المحترمين الانتخابات الرئاسية سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وكلنا لم أخذكم نعرفين النتيجة مسبقا بس عايز أقول لكم أن حزب الوافد حزب قوي جدا مش معنى اللي حصل في الانتخابات ده إن احنا نشك في الحزب بتاعنا الحزب بتاعنا ده عامل زي مصر سنة سبعة وستين حصل نكسة نكسة يعني هزيمة يمكن التعافي بعدها والحصول على النصر وإحنا إن شاء الله زي ما مصر حصلت على النصر حزب الوافد هيجيله وقت ويحصل على النصر حزب الوافد قوي مش عايزين نشك في إن حزب الوافد ضعيف ولا مالوش أرضية لا حزب الوافد قوي ولو ربنا ادنا واداكم العمر لحد الانتخابات الرأسية القادمة هيلفوا تاني على حزب الوافد وعاوزين حزب الوافد لازم يخش يخش الانتخابات عشان يدي ثقة للانتخابات حزب الوافد أي نعم هي النتيجة معروفة مسبقة بس حزب الوافد هو اللي ادى ثقة للانتخابات هو اللي خلى للنتيجة إلى حد ما شرعية قدام العالم كله فمش عاوزين نتخلى عن الوافد عايزين نحب الوافد ونشوف أخطأنا إيه ونحلها المسؤول في الحزب ده ولا الوافد ده بيقولك إيه أي نعم هي النتيجة كت معروفة مسبقا بس حزب الوافد هو اللي ادى شرعية شكل يعني تخيل؟ تخيل وساخة؟ بصوت أحمد زكي عمرك شفت وساخة أكتر من كده؟ حزب الوافد بتاع مكرم باشا عبيد وحمد باشا الباسل والنحاس باشا حزب الواف قدام الملك الحزب ده عضاء النهار ده مبسوطين إن هم كانوا كنبارسات